مازال الدوري المصري كان بقي فيه بعض مؤجلات للنادي الأهلي منها مباراة النادي الأهلي اليوم أمام الجونة في ملعب خالب بشارة بمدينة الجونة أكيد النادي الأهلي بعد طبعا خروجه من الدوري الأفريقي كان كل تركيزه على الدوري المصري وكان مباراةه قبل كده الأخيرة وهدف نقدر نقول القاضية الثانية بالنسبة للعب محمد مجد أفشا حافظ بها النادي الأهلي على سلس نقاط في رصيده لكن النهاردة كانت هناك متغيرات كبيرة من نسبة النادي الأهلي في مرات اليوم منها المدير الفني كولر وطريقة اللعب وبعض الأمور والتغيرات وأكيد هنتكلم تفصليا مع كابتن الكبير كابتن عمضان السعيد في الفنيات النهاردة المباراة انتهت بهدف لكل من الفريقين الجونة والنادي الأهلي أحرز للجونة أحمد بالحاج وأحرز للنادي الأهلي مودست أخيرا أعلن عن نفسه وظهر في لقطة من اللقطات اللي تحسب له في بداية مشواره ينكمل مع النادي الأهلي في الفترة اللي جاية بالنسبة لمباراة مباراة كانت يعني فيها الكابتن علاء عبدالعال أعتقد أنه كان معنا الأسبوع اللي فات وراجل كلمنا معاه على مباراة المؤجلة مع النادي الأهلي وكيف يستعد لهذه المباراة الراجل عارف إزاي بيفكر وإزاي بيعرف في لعب النادي الأهلي كابتن علاء عبدالعال في مرات كتيرة منها مع الداخلية أو مع أمبي أو مع بعض الفرق اللي تولى فيها المهمة أو القيادة الفنية كابتن علاء عبدالعال بيعرف في لعب بطريقة مميزة جدا مع النادي الأهلي أو قدام النادي الأهلي إن ماكسبش ما يخسارش المباراة وطلع النهاردة بنقطة غالية جدا في ترتيب الدوري في ظل المعطيات اللي شايفينها في الدوري في ظل تراجع بعض الأندل الكبيرة اللي موجودة في الدوري العام المصري وممكن بهدف كنت تتكلم مع كابتن رمضان السيد جوه قبل ما طلع في البرنامج وقلنا إن على سبيل المثال نادي زي البنك الأهلي فاز مباراة على نادي المصري برسعيدي لو فاز مباراة تانية يبقى ترتيبه من 13 أو 12 ده اللي بيختلف مع الفرق في الدوري السنة دي مباراة النهاردة مباراة نقدر أقول فيها كانت مباراة مدربين فيها على عبدالعال يعني أخلص وأجاد وقدر يحافظ على شكل فرقته وقدر يطلع به هضف المباراة على جانب الآخر مرسل كولر أعتقد أنه النهاردة المباراة مش مباراته وفيه تغييرات كتير جدا كنت أتكلم برضو مع زمان الإعداد ومع كابتن رمضان بنقول لي أن كولر مش كولر السنة اللي فاتت كولر مختلف تماما أنا اللي قلت أو وجد نظري أو كان رأيي أن أنا قلت أن فيه متغيرات بتحصل وأكيد هنتكلم فيها باستفادة مع ضفنا نهاردة كابتن رمضان السيد أحصائيات المباراة النهاردة كانت معنا الأهلي في الاستحواز 66 للجونة 34 في التزديدات 14 لتسعة تزديدات على المرمى من 3 لتنين تمريرات 557 لـ 72 تمريرات صحيحة على 160 لـ 174 استخلاص القرى من 116 لـ 109 فقد القرى 43 لـ 62 ده معدل وهتشوفه على أرض الواقع معدل كبير للنادي الأهلي مقارنة بإحصائيات نادي الجونة لكن المحاصلة في نهاية نقطة وهدف لكل من الجونة والنادي الأهلي أكيد طبعا بعض الأمور بالنسبة لنادي الأهلي لابد في المراجعة طبعا المدير الفني مرشد كولر مباشرة هيتير إلى بلده سويسرا لمدة 7 أيام حتى كان فيه مؤتمر صحفي مع بعض المباراة وهو رجل اتلغى لعدم وجود صحفيين أو أحد يتابع المؤتمر الصحفي وبالتالي هو الرجل هيسافر لمدة 7 أيام ويرجع تاني بعض الأمور في النادي الأهلي الفنية بعض الأمور التنظيمية داخل فريق النادي الأهلي لابد أن يكون فيها يعني بعض يعني الترائص والوقوف على بعض الأمور اللي ممكن تحدث فيها متغيرات في الفترة الفترة